اشتماع سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة بالسيد ألي جارنون وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج والوفد المرافق وذلك بناسبة الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين وخلال للقاء كده سعادة الوزير على العلاقات التنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وهونج كونج مشيرا لهمية تعزيز التعاون المشترك وتقوية أواصل العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الجانبين وفي هذا السياق استعرض الوزير الإمكانيات والفرص الاستثمارية التي تتيحها مملكة البحرين المستثمرين من كفة أنحاء العالم خصوصا في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي توفرها للمشروعات الاستثمارية الصناعية والتجارية على حد سوى من جانبه عرب وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج عن إعجابه بالخطوات المتقدمة التي تنتهجها مملكة البحرين في سبيل الارتقاء بالقطاع الصناعي والتجاري واشتذاب الرسامي للضخمة للاستثمار فيها من خلال مشروعات صناعية والتجارية متميزة تعزز من مكانتها الاقتصادية اشتركوا في القناة